اللهم إنا ندعوك محسنين الظن متوكلين عليك بثقة سيدنا موسى وهو يقول لقومه وقد أدركه العدو كلا إن معي ربي سيهدين وبثقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول للصديق يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الثالثة هما اللهم أجب دعاءنا وارحم ضعفنا ورجاءنا وأنت المجيب للسائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا موسيقى 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 هو صاحب الأيام الذي لم تمنعه الأعاقة البصرية عن تحصيل العلم سواء في الكتاب في القرية أو في الأزهر الشريف أو في السوربون في باريس حتى تقلد أرفع المناصب وأصبح وزيراً للمعارف وعميداً للأدب العربي هو الدكتور طاها حسين في مصر أرض المجددين المشروع التجديدي لطاها حسين كان محوره العلم بمعايشة الحاضر وبجعل العلم حقاً من الحقوق التي يجب على كل فرض في الأمة أن ينالها إن فتح على الشرق والغرب وعلى الماضي واضع عينه على المستقبل فكون نهضة أدبية وتطور بالأسلوب حتى صار كالسهل الممتنع واهتم باللغة العربية حتى أصبح رئيساً لمجمعها وعميداً للأدب العربي مرحب بفضيلة العلم الجليل والسيد دكتور علي جمعة أهلاً بكم أولاناً أهلاً بكم أهلاً بكم صاحب الفضيلة نستكمل الرحلة ونتوقف عند محطة مهمة هي محطة عميد الأدب العربي دكتور طاه حسين رجل أزهري تتحول إلى ألسوربون تتحول إلى فرنسا وإلى الفكر والثقافة الغربية لم يتخلى عن الجزور وعاد مرة أخرى إلى مصر محمل بكل هذه الأفكار لو تحدثنا بادئ دي بدء فالدكتور عن مفتاح التجديد عن طاه حسين يا طرح يكون ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الدكتور طاه حسين أو الشيخ طاه حسين رحبه الله تعالى ولد 1890 وانتقل عن 83 سنة في سنة 1973 بعد يمكن حرب أكتوبر بـ 22 يوم صحيح يعني أكتوبر نوفمبر يعني انتقل في نوفمبر وطاه حسين الحقيقة كان له مشروع ومشروع تجديدي وجمع حوله كثير جدا من المثقفين لأنه لأنهم وجدوا فيه يعني المدخل الصحيح لخطابه فهذا المشروع لو بحسناه وجمعناه وتتبعنا كتبه وقرأنا بنوع من أنواع الأناه في ما كتب هنجد أن محور مشروع التجديدي لطاه حسين كان هو التعليم وكلمة التعليم كلمة الحقيقة يعني مهمة للغاية خاصة ويقول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت معلمة طاه حسين في مشروعه التجديدي اهتم اهتماما بليغا بأركان التعليم الخمسة التعليم مبني على الطالب التعليم مبني على الأستاذ وإعداد الأستاذ إعدادا قويا التعليم مبني على الكتاب اهتم طاه حسين طول حياته بالكتاب المدرسي وبناءه وإعادة صياغته بما يوافق ويحقق الأهداف والمنهج المنهج الذي لا يكون قاصرا أو أو أن يكون غير نافع يجب أن يكون المنهج متكامل اهتم التعليم أركانه الجو العلمي المدارس وهكذا وتوج اهتمامه بقضايا هي من أس التعليم كالتدريب والتعليم الفني عندنا التربية عندنا أيضا الثقافة كان هم طه حسين الليل والنهار في قضية التعليم لما نيجي نقول طب وإحنا أعتبرنا مجدد ليه لازم نرجع لخريطة التجديد اللي بتقول المنهجية والمعرفية والنموذج المعرفي والتراث والواقع يلا نشوف طه حسين هو عنده دا ولا لا فنجد لا طه حسين عنده ونص عنده هذه الأشياء بزيادة يعني مثلا لما يجي في قضية التراث التراث دا يعني ما خلفه أبأنا وأجدادنا وكذا هو كان في دار الكتب أول من وضع سلسلة تراثنا اللي طبع فيها تفسير قرطوبي واللي طبع فيها التوحيد لعبد الجبار المعتزلي واللي طبع فيها تراثنا كل وقع اللي طبع فيها نهاية الأرب للنويري اللي طبع فيها مجلدات كثيرة جدا طبعت فيه تحت عدوان تراثنا وكان من اختار كلمة تراثنا كان هو طاها حسين الحكاية واضحة عنده أن التراث ينبغي أن نتعامل معه بصفة منفتحة واسعة التراث ليس تراث الديني فقط بل والعلمي أيضا هل ده مولانا أنا آسف للمؤطع بيفصر يعني مؤلفه الأشهر في الشعر الجاهلي أنه يذهب إلى هذه المساحة في اللغة وفي الشعر وفي الحضارة ويفند متى كتب الشعر الجاهلي يعني كتب قبل البعثة أم بعد البعثة طبعا موضوع الشعر الجاهلي موضوع في غاية التعقيد لأنه كثير ممن يعني حلل ودرس في الشعر الجاهلي له مدخلان مدخل تستطيع بي أن تنتقد طاها حسين وأنك أنت ما توفقوش ومدخل تاني تستطيع فيه أنك تبقى واقف مع طاها حسين ولذلك هو لما استشعر الحرج لما حدثت الضجة حوالين الكتاب غير اسمه وسماه في الأدب الجاهلي مش في الشعر الجاهلي قضية أنه طاها حسين بيتقلف في الشعر الجاهلي بيقولك إيه هو بيقول إيه يلا ندخل المدخلين دول ونشوف ونجرب كده المدخلين ونشوف ونشوف أنا هدخل معها في طريقة الانتقاد اللي هي الطريقة اللي فهمها أغلب الناس من الكتاب أنت يا طا حسين تريد أن تحطم المعيار الذي نعاير به ونقيص به إعجاز القرآن يبقى يخصى عليك اللي هو الإعجاز اللغوي اللي هو الإعجاز اللغوي كويسا اللي بيحصل إيه بقول أدي الشعر الجاهلي أو أدي القرآن إيه رأيكم يا جماعة الخير يقولوا لأ ده ده فريد لكن ده لأ فأنت لما تيه وتقول إن الشعر الجاهلي ده مش موجود أصلا وإنه منتحل وإنه تألف بعد نزول القرآن معناته إنه ما معكش حاجة تقس بيها القرآن ما يمكن كلام العرب كان كده كان هو قرآن ده العرب بتتكلم كده بتتكلم بالطريقة دي و بالأسلوب ده لكن لما بيبقى فيه شعر مظبوط جاهلي بقول شوف شوف عن ضرب يقولي شوفه ومرؤ القيس بيقولي طب وشوف القرآن بيقولي لما نيجي ندرس ونرى واحد زي مرؤ القيس بيقول قفه نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول في حوملي قفه واقفه واستوقفه يعني يوقف هو والناس عشان تسمى نبكي نبكي وأنا وأنت يبقى بكى واستبكى مظبوط من ذكرى حبيب ومنزلي فذكر الحبيبة والدار يبقى ذكر ست حاجات في شطر بيت ايه ده؟ ده حاجة عالية قوي أيوة ما هم من المعلقات أيوة ما هم من أبلغ الشعر اللي قيل طب الشطر التاني بقى ايه؟ ولا حاجة بسقط اللوى بين الدخول في حوملي يعني أماكن زى يقولك ايه؟ من الدقي للعجوزة يا قد بمتاحزة على الدقي ده مكان والعجوزة ده يعني عايز تقولي ولا حاجة مفهومة الأهل عصره؟ حشو بس ايه كانت مفهومة الأهل عصره؟ ما هو مفهومة ايه هي الحومل و ايه كانت لكن هو قال ايه؟ ما قالش حاجة انا ما فهمتش حاجة بعد كده بعد كم قرن اه واخذبانك ازاي فيبقى الربع الشطر الاولاني فيه ست حاجات والشطر التاني لما تيجي في القرآن فإن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر لأ لأ ما هياش آية واتنين وبعدين حشو لا مفيش حشو ولا حرف ولا كلمة ايه ده؟ حاجة مزهلة يبقى لما باجي أقول يا جماعة فيه شعر هو ودي كلام هما هو وشوف بقى الكلام ده يبقى ده مختلف ده صدر من مصدر غير ده ده صدر مصدر بشري وده إله فلما يجي يقول إن الشعر الجاهلي ده ما كانش فيه قبل الإسلام حكس معه شعر الجاهلي فبالتالي وكأن المعجز للقرآن الكريم هي ده كان شيء طبيعي في عصره في عصره ده المدخل فيبقى إذن ده المدخل الأول اللي أنا هلوم فيه طاح سين وقوله ليه كده انت بتعمل كده لكن المدخل التاني الصحيح اللي نعمله بعض الفصل صحيح سيدة الله يكون بعض الفصل أرجوكم خليكم بعينه موسيقى 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 طه حسين عميد الأدب العربي علامة زمانه ابن مدينة مغاغة هنا الرمتان كما أطلق عليه المؤرقون فيما بعد وتعني مكان الراحة عند البدو فبعد 12 عاما من تنقل طه حسين بين المنازل والبيوت استقر في هذا المنزل حيث شعر بالراحة والهدوء داخله موسيقى والذي أصبح فيما بعد متحفا للزوار للتعرف على حياة أدبية عامرة لعالم وأديب من طراز خاص موسيقى موسيقى فضيلة الدكتور علي جمعة برحب حضرتك مرة أخرى نستكمل الحديث حول أحد أعلام التجديد في الفكر الإسلامي وفي الفكر الإنساني حتى هو دكتور طه حسين أو الشيخ طه حسين زي محرك وصفت في البداية نعم حركت تفضلت في استعراضك لأحد أعظم وأكبر وأشهر مؤلفاته وفي الشعر الجاهلي حركت ذكرت بأنه فيه مدخل قد ننتقده ولا نوافقه فيه الرأي وحركت تفضلت بذكره قبل الفاصل وهو استبعاد أن الشعر الجاهلي قد كتب قبل البعثة وقبل نزول الوحي طيب المدخل التاني اللي فيه لو أخذنا أو تعطفنا مع هذه الرؤية هو يريد أن يقول أن القرآن هو المصدر الوحيد لتلقي اللغة وأننا إذا أردنا أن ندرك اللغة فعلينا بالقرآن الكريم ولا ينبغي علينا أن نذهب إلى الشعر لأن القرآن مضمون والشعر ليس مضمون فده مدخل كويس ومدخل في مدرسة نحوية بتقول أن نحن نخده من القرآن لما يقول إن في قراءة إن هذان ساحران نخده مش هذين مش هذين لأن إن بتنصر وهذين كأن لأمه المثنى يبنى على الألف يبقى ناخد المذهب دانه المثنى يبنى على الألف بسبب بسبب أنه ورد في القرآن يعني عايز يخلي القرآن هو حجة اللغة وعايز يخلي القرآن واسع فراح قال بأن القصص اللي في القرآن ملايش دعوة بالتاريخ هي حصلت ولا ما حصلتش دليها دعوة بالعبرة والموعظة إحنا مش معاه في كده إحنا بنقول له لا إبراهيم دي شخصية حقيقية موسى ده شخصية حقيقية عيسى ده شخصية حقيقية ما تجيش تقول لي أن هذه يعني إيه أمثلة أو أمثلة طبعا بيرج ستراسل وقع في مثل هذا ونشر في المجلة الأسيوية شيء عن هذا وبعضهم ربط بين تبني طاح سين للقضية دي اللي هي نقصص القرآن إنما هو للعبرة وليس لكن طاح سين في النهاية هو مؤمن ولكن هو يريد شيئا ما في ذهني وهو اعتماد القرآن الكريم أسبقية القرآن الكريم هو المصدر الوحيد لنا في معرفة هذه المعاني وهذه اللغة ممكن نتعاطف معه في هذا الجانب إنما بالجملة سواء كان ده ولا ده ولا كذا إلى آخره الرجل استشعر الحرج لما حدثت الضجة الكبيرة ورد على الشعر الجاهلي للناس كتير صحيح وحدث جدال طيب وثقافي وعلمي في المجتمع وأبرز يعني تملي الحالة الراكدة دي ما بتؤديش إلى الخير إنما الحالة الجدلية والحالة التفكيرية اللي بيبقى فيها حوار ومناقشة بتؤدي إلى إبراز معاني كثيرة وإبراز قوة كثيرة في هذا المجال الروافد المعرفية الطاع حسين حضرتك شايفها إزاي ابتداء من الأظهر وحفظ القرآن الكريم في الصغر ثم الانفتاح المفاجئ على الثقافة الغربية بهذا الشكل وزواجه من الزوجة السوسرية الفرنسية زوجته يعني شايف حضرتك كل هذه الأمور ثم عودته للجامعة المصرية الجامعة الأهلية قبل جامعة القاهرة ما تسمى بذلك يعني شايف الروافد دي كلها إزاي أصارت هل تنغمت مع بعض ولا تضربت مع بعض لا لا هو مقرر أنه لا بد أن يفهم ما بقولك التعليم هو أس المشروع بتاعه المتعلم اللي عايز يتعلم لازم يفهم فلما يجي ما يفهمش حاجة يقول أنا مش فاهم كده أنا منش فاهم ده ليس نقصا فيه ده زيادة عليه هو حفظ القرآن الكريم وفي الأيام بيوصف إزاي هو حفظ القرآن الكريم وكده إلى آخره طه حصين كان لا يخطئ في اللغة في النحو حتى صار رئيسا لمجمع اللغة العربية لكن العقاد كان يخطئ ويصحح يقولك مثلا لما مررنا على المسلمون قال المسلمين كده هو حتى في الحاجات الإزاعية وانتلاقيه بيعمل كده يخطئ وبعده يصحح طه ما عملهاش طه على طول بيتكلم فبيتكلم كأنه من قريش كتاب نحو ناطق حاجة ايه غريبة الشيء طبعا دي الملكة دي ما تربطش إلا بالمصادر اللي حضرت بتقول عليها فتربيته أحمد حسين أخوه أخوك كبير نعم وأحمد حسين هو اللي جابه الأظهر وكده فالله يا أخوي أنا في حياتي مش فاهمها ايه الكلام ده هو فهو مش قابل إنه هو يحفظ دون أن يفهم ويفهم بعمق كتب سيكرتيرو رحمه الله تعالى أنه نهاية حياته كلها يعني الخمس ست سنين الأخيرة من حياته كان فتح إزاعة القرآن الكريم حج سنة خمسة وخمسين وكان فيه استقبال مهيب ليه في الحجاز مثلا ده الملك السعود قبله مضبوط خرق أخير لأنه كان ساعتها خلاص طوج عميدا للأدب العربي من اللي ألفه ألف الفتنة الكبرى وألف الأيام وألف المعذبون في الأرض وألف مجموعة كبيرة جدا سواء كانت من الروايات أو في السيرة أو في التاريخ أو في اللغة صار حتى أصبح وزيرة للمعارف وشارك بعد ما صار وزيرة للمعارف وخد البشوية خمسين وواحد وخمسين قامت الصورة وخمسين أهيادها مباشرة واضح الأمور عنده خد رسالتف ابن خلدون ابن خلدون عالم الاجتماع الذي كتب في مقدمته أساس التعليم أقولك مشروعه هو مشروع التعليم مجانية التعليم دافع مجانية التعليم على طول التعليم كالماء والهواء التعليم وحق لكل إنسان التعليم كذا وكذا وكذا ده قبل الثورة مزبوط وظل مع الثورة وعلى فكرة هو اللي سمعها ثورة واخد بالك لأن كانت حركة الحركة حركة الضباط الأحرار هنلاقي دي ثورة هل دل إنه دا الظلم في مراحل كتير في الطفولة وفترة الجامعة ولما كان هيتحرم من البعثة ويعني هل إنه دا الظلم كتير فصارع في تأييد ثورة 52 لا دا لأنه اترب صح ولأنه حافظ القرآن ثم فهم معانيه هو كان يخشى أن ينسى القرآن فكان يتلوه كتير علشان ما ينسهوش وما يتفلتش منه ودرس البلاغ على الشيخ المرصفي واللي يدرس البلاغ على الشيخ المرصفي وخلاص يعني وصل إلى الغاية إنما طاعة حسين اهتم بالتعليم وكل دا كان هو نوع من أنواع الشخصية القوية اللي بيتحدى بيها فده كان أثار بس دا مش مشروع دا دا دي شخصية شخصيته قوية لا يأبه للظلم ولا يعني يطاطي ليه لا دا هو رسم مرفوعة لأنه فاهم على شكر لفالدكتور علي جمعة شكرا جزيلا لحضرتك يعني معلومات مهمة جدا وقيمة وقراءة عميقة جدا في سيرة دكتور طا حسين أحد المجددين شكرا جزيلا لفضلتك شكرا لك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء من السلوكيات الخاطئة وتعد حراما شرعا الابتزاز الأكتروني فمن المقرر شرعا أن ذلك الابتزاز الأكتروني خاصة للفتيات حرام لأن فيه نوعا من أنواع العدوان والطغيان وانتهاك الحرمات وكل هذا من مقاصد الشريعة التي حفظتها بحفظ النفس والعرض والدين وكرامة الإنسان والمال احضر هذا السلوك يا رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ثبت الإيمان في قلوبنا وحببه لنا وكره لنا الكفر والفسوق والعسهان يا رب إنك على كل شيء قدير فاللهم اجعل قلبي من القلوب السليمة إلا من أتى الله بقلب سليم شكرا 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 شكرا